مرحبا فيكم برحبا ببرج الحمل اشتأهل لكم طبعا خلينا نشوف قراءة شايفيتك من كل نواحي الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم تعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كزا كله بيطلعوا اول باول فلا شايفيتك هذه الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك فاللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن فخلينا نشوف بشكل عام اول شي نشوف اذا بشكل عام لبرج الحمل كيف عم يكون بشكل عام حلو برج الحمل اه شايفة في نوعا ما عم بتعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك خلينا نقول عملية اه وحياتك العاطفية الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل فشايفة انه عم بتحاول انك تعمل التوازن اه يكون في عاطفة بالموضوع يكون في مشاعر اكتر فعم بتحاول انك توازن اه بين هدول الشغلتين كمان الصحة يعني عم بتحس حالك انه شوي عم بتكون صحيا يمكن عم بيأسر عليك فعم تعمل هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية لا كمان بال بالصحة شايفيتك بتفتح يعني اه خلينا نقول بتفتح ابواب مسكرة كانت اه بوجهك اه عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس الناس اللي كنت تأمن لها الناس اللي كانت اه موجودة في حياتك اه كانت تصدر لك الاوهام او كذا عم تكشفهم اه او انت كاشفهم من اول ولكن عم تتزاكة عم تاخدهم على قد عائلهم اه بهاي الفترة لا بشوفك بتفتح اسرار بطلع اسرار اه اللي هو يعني كنت بتحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون اه ع العمل او ع العاطفة اه او حتى من الاهل والاقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا فعم تكشف اللي منيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك عم تعمل اه كتير اللي هو اكشنز في هذا في هذه الفترة شايفة انه في اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا فيه مسلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون اه بالعكس بصالحك اه رح يشوي يعصف يعني اه على حياتك او رح اه تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون عامل على فكرة اكتر شيء اه ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك اه ابواب تانية اه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع اه فيه اللي هو بوم خلاص يعني اه بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير اه شغل لشغل عم اه بيكون في عندك اه فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما يجي هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون اه طول الوقت شغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك اه يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتنان اللي قلنا عنها اه بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت اه فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا اه من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في اه موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح اه تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شي ورا ضهلك حاسة بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق فحاب بيغير باي وسيلة عم بيشوفه بيغير بالعمل بيغير بال بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل اه من الناحية العاطفية بشوفك اه هو احنا رح نفتح على الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون اه فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في اه تقارب بناتكم ولكن في شي عم يمنع هذا التقارب في حاجز معين شايفي انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة اه لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية هون انا شايفي كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من من البداية دائما يعني اه ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة شايفيتك متفائل كتير هاي الفترة حياة جديدة اه وكأنك كنت في سجن يعني في اه سجن من الافكار وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية شايفي هون كمان شمس ولي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني اه من بعد حيرة من بعد اه اه محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن اه حدا ولا عن شي تاني هذا الكرت مبين انه في كمان عاطفي اه مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترقين بس الاكتر مفترقين عم بشوفك اه يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك اه تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بين اله بينك وبين الطرف التاني فطاقة حلوة بالعموم هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شي ممكن للطرف التاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن اه حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون اه رمزية اه ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير اه اه يعني حتى لو كان في شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير اه من بوزيشن لبوزيشن من اه من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير شايف الرئيس تبعك اه او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شي كان اه يعني حطك اه في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن اه عم تتغير هاي الافكار وعم بيعملك بالااااا واا بعدل اكتر شايفه في توازن بالعموم من كل النواحي اه ورق ايجابي بشكل عام فيه شغلة فيه اخبار حلوة رح يتوصل لك من ناحية العمل والمال خلينا نشوف العاطفة مثلا شوم لبرج الحمل شوم خبيله هاي الفترة الحمل اللي يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس اكتر في ناس اقل فامورهم ان شاء الله رايحة للاحسن ابتداء من هاي الفترة اللي عم نفرح عليها اذا خلينا نشوف القراءة العاطفية اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه فيه كارما رح تتحقق لك فيه اللي هو الكون رح يكون فيه اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة يمكن عم تسير متدين اكتر يمكن عم تعمل مدتيشن هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكارما فيه عندك في العلاقة العاطفية كارما رح تتحقق يعني حسب انت شو حاطت في بالك فيه ناس حاطين في بالهم مثلا الكارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل فيه ناس يعني بنفسهم ان الكارما انه مثلا يخلصوا من الطرف الثالث فيه ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون فيه تطور عم بيكون فيه تحرك حياتك كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير فيه تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية قلينا نشوف ما عم يطلع الكارت هون عم بشوف طاقة برج الدلو عم بتحاول طبعا حبيبي القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك او انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول في النهاية انك تنسى هذا الشخص ولكن انا ما شايف فيه يعني ما شايف فيه ابدا ما شايف فيه اللي هو تشافي شايف فيه اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توأم شو علي ممكن وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اللي هي نهاية سعيدة مبينة عندي لانه هون تحتها بالضبط ايج عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايف اتنين يعني شايف اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايف اتنين الطرف التالت عم بيطير عدن شايفيتكم التنين متل شخص واحد التنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار او من خلال اه رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في اه في الورا اه هون بشوف طاقة شوي الصبر اول الفترة رح يكون في عندك اه صبر معين بحب ااخد كل كرتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني اه صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد اه عدائية يمكن بينك وبين شخص اخر اه عم بتكون انت اله الربحان او انت تقربت من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك اه مساعدة من الكون عم بيكون في عندك اه روحانياتك هي شايفي انه روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك اه ادعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايفة فعلا في صلوات وفعلا في اه تقدم في في النحية الروحانية بما انه فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية اه فبشوف الدعوات منك اه ما بعرفها ايه الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها اه بشوف انك اه رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد اه مع انه فتحنا على العاطفة بس طلع لانه كمان فلوس يعني اه كمان مال فعم بتكون اه لا يعني افضل اه ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها اه يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون اه اه في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك ايا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقك كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل اه حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقك هون حكينا عن هذا الكارت اه اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس اه هيك معناته انه فيه استشفاء من العلاقة في اه نوع من اه عمل اه توازن يمكن بينك وبين اه لا بينش الطرف التاني وبين العلاقة السلاثية اه ولكن هو طلع مقلوب فيه فشل في هذا الموضوع وفيه تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفه الناس اللي بتستنى رجوع بالعكس في هدول الكارتين عم شوف كتير فيه رجوع اه عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة اه لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير يعني اغلبهم نارية. وطبعا برج الحوت. حبايبي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الاوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا مصيحة يعني نفس اللي بيان بالورق انت فعلا عم تعمل هيك بيقولك يعني خلاص اترك كل الامور على على ربنا وانطلق وانت في المسار الصحيح بيان عليك في هذا الكرت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعى للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر يمكن من خلال عملك من خلال اكتر بالعمل عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية اكتر لان الطاقات يعني احيانا بتمتد اكتر من المدة اللي احنا فاتحين عليها فرح تصير مشهور عفوا خلينا نشوف اشي تاني هون بيان عندك زي تخطيط لزواج زي يعني فيه فيه فرحة كبيرة اه ممكن تكون ابامدس يعني هيك وفرة بكل شي عم بتكون بالمال عم بتكون بالعاطفة بالحياة الاجتماعية قلنا في البداية انت كنت عم بتحاول تعمل اه توازن بين كل هاي الامور فبشوف في هذا الكرت سيتأكيد او على هذا الموضوع انه فعلا راح يزير اه حياتك العاطفية راح تتحسن اكتر علاقتك مع اله بالحياة الاجتماعية راح تتحسن فانت في تقدم ان شاء الله على كل الاحواق وفيه هون بشوف حصاد لمجهود انت كنت عم يعني عم طول الوقت عم تشتغل عليه عم بتشوف النتيجة في هاي في هذا الوقت اذا كنت مبلش في مشروع مثلا اه اليك فترة طويلة عم تشتغل عليه فالنتائج حلوة راح تكون في هذا الشهر اه مش قصدي اكتوبر قصدي يعني من منتصف اكتوبر لمنتصف اه نوفمبر لانه نزلنا احنا قبل الاكتوبر فبشوف كمان حتى بالحياة العاطفية الجهد والسهر والتعب النفسي اللي سبب لك ايات طرف التاني اه وكأنك عم تاخد حقك عم تجني ثمار في هذا الموضوع جني الثمار انا بشوفها اكتر يعني اللي هو التقاء بالحبيب شايفي فيه فرحة بهذا الكرت فيه فرحة راح تتحقق في شي انت كان ببالك عم تستنى لك فترة ولكن ما كان عم يجي اه هون عم بشوف البعض منكم اللي عنده محكمة اللي عنده خاصة اه فيها اطفال اه او حضانة اطفال اه محكمة او قضية معينة اه كانت متأخرة لها فترة طويلة وانت تستنى في الموضوع شايفيتها عم تنتهي لصالحك عم بيصير فيه عدل بالموضوع رح يرجع لك حقك في هذا الموضوع فاللي عندهم قضايا في المحكمة يعني اه بشرة منيحة بشرة بشرة حلوة وحباك ببرج الحمل بشوفكم بالقراءة الجاي